نحن الماء تحتنا نحن نهره نحن الماء عصفة مطرية وسيون جارفة حولت العديد من المخيمات التي تم انشاء بعضها على عجل في شمال غرب السوريا لإيواء متضرر الزلزال إلى مخيمات منكوبة ما فاقم معاناة الأهالي وتسبب بتشريد الألاف بعدما اعتقدوا أنها ستكون ملاذهم الآمن إلى حين إيجاد منازل بديلة فريق منسق استجابة سوريا كدان خمسمائة واربع عشرة خيمة خرجت عن الخدمة بشكل كامل نتيجة العاصفة المطرية في شمال غرب سوريا بالإضافة لتضرر الف واربع واربعين خيمة بشكل جزئي وأشار إلى أنه من المتوقع استمرار العواصف المطرية على المنطقة لمدة ثمان واربعين ساعة مع يعني تشريد آلاف المدنيين من جديد مع أزمة جديدة تضاف إلى قائمة طويلة يعاني منها النازحون في المنطقة وتركزت الأضرار في مخيمات غرب إدلب في حين انقطعت عدة طرقات في ريف إدلب جراء السيول الجارفة ومنها طرق معارض مصرين أرمناز وأدلب عرب سعيد وسهل الروج عدوان نهزم نطلع نبرواحنا قال جاكم سيل اطلعوا وبحسب الدفاع المدني السوري فإن سيولا جارفة تشكلت نتيجة العاصفة المطرية مخلفة أضرارا كبيرة لافتا إلى أنه تمت الاستجابة من قبلهم لأربعين مخيما للمهجرين ومراكز الإيواء المؤقتة للمنكوبين من الزلزال المعاناة الكبيرة التي يعيشها السوريون منذ 12 عاما في مخيمات التهجير والنزوح عمقها ضعف الاستجابة الإنسانية وزادتها مأساة الزلزال التي ضاعفت من أعداد المتضررين والقاطنين في مخيمات الإيواء وسط غيب الحل الجذري لمأساتهم المتمثل بحقهم بالعودة الآمنة لمدنهم وبلداتهم التي هجرتهم منها ميليشيا أسد هي الصورة هي اللي رح تحكي لك الواقع هون هو بيحكي ما في جاعي حدا بيحكي هاي المي وهاي الخيام هي بتحكي بتحكي الغراض ما تم عنا شيء